مشاهدين الكرام أحدثكم من دولة السودان صباح هذا اليوم أقلع الطائرات القوة الجوية لإجلاء 128 عراقي فأبطال القوة الجوية حاضرون في السلم والحرب للذود عن أبناء وطنهم رفقونا في التقرير التالي منذ بواكر الصباح الأولى وبتوجيه من السيد رئيس مجلس الوزراء والتزاما بتوجيه غرفة الاستجابة للدبلوماسية الطارئة توجهت طائرة القوة الجوية العراقية من قاعدة الشهيد محمد علاء الجوية إلى مطار بورت سودان في دولة سودان لتنفيذ رحلة الإجلاء الاستثنائية الثانية بطائرة سيوان ثيرتي حيث كان على متنها قرابة 130 شخصا من بينهم عدد من الجاليات العربية ولدي مقيم في العراق ونحن عساس كذا جهر العراق وشكرا للحكومة العراقية على كل شيء عملتني بسكر الحكومة العراقية لأنها ددنا الفرصة أن نحن نروح للعراق عشان نشوف الوالد واجبنا لهذا اليوم نحن كمرافقين للرحلة الجوية كجوه الطبي عندنا مرة موجودين رح يكونون على متن هذه الرحلة فبالتالي أنه تقديم الدعم والإسناد الطبي ضروري جدا في مثل هذه الرحلة خصوصا إذا علمنا أنه يطول في رجوعها إلى العراق تقديم الخمس ساعات أكثر من أربعة ساعات كانت هي الرحلة من السودان إلى العراق توفر خلالها الدعم الطبي والغذائي من طاقم طائرة القوة الجوية العراقية أما في مطار بغداد فكانت الاستعدادات الأمنية كاملة لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تؤمن دخولهم إلى الأراضي العراقية عبر المنفذ السيادي وهو مطار بغداد وبالتعاون مع وزارة الخارجية العراقية فكان للمرجعية الإنسانية الأساسة والأولوية في عملية إجلاء العراقيين والجاليات العربية الأجهزة الأمنية في بغداد في مطار بغداد تستعد لاستقبالهم بشكل يؤمن لهم السلامة واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة بما يؤمن دخولهم إلى الأراضي العراقية عبر المنفذ السيادي مطار بغداد الدولي بشكل نصولي من خلال إعلامكم نحن نعلن عن إجلاء كافة المواطنين العراقيين من الأراضي السودانية مما رغبوا بالإجلاء نتيجة الظروف الحاصلة الآن والله إحنا طلعنا من الخرطوم من دورمان طلعنا من تقريباً تسع ساعات نهزمنا جياً إلى هنا وما شاء الله ما قصروا الحكومة العراقية ما قصرتوا إيانا والحمد لله والشكر تم إجلائنا بنجاح وكل العوائل كلها تمت والحمد لله وشكر عملية الإجلاء الأولى كانت في الأسبوع الماضي بطائرتين تابعتين للقوة الجوية العراقية نقلت على متنها 288 شخصاً من بينهم 16 من الجالية السورية وقد أعلنت وزارة الخارجية العراقية أن هذه الرحلة هي الثانية والأخيرة لإجلاء كافة المواطنين العراقيين مما رغبوا بالإجلاء نتيجة الظروف الحاصلة في السودان وذلك بالتعاون مع السلطات المعنية في مطار بورد سودان والتي قدمت أعلى مستويات الدعم والتيسير بعد إغلاق أبواب هذه الطائرة السيوان ثيرتي ستبدأ رحلة لحياة كل من كان داخلها ليبدأوا حياة آمنة في بلدهم العراق من مطار بورد سودان لإعلام وزارة الدفاع محمد موسى ومن خلف الكاميرا كرار مات ترجمة نانسي قنقر